يا اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنتعرف مع بعض على مكنسة باناسيونيك انا قبل ما استخدمها حبيت افتحها معاكم و اقول لكم انا جبتها منين زي ما انتم شايفين كده هي بشريت امازون انا حتى لسه ما فتحتاش ولا حد وبرضو هقول لكم بعد ما استخدمها يعني الفيديو ده يبقى مأسون جزئين هنتعرف على المكونات بتاعتها و زي ما قلت لكم كل شقالي في المكنسة ديت اه انا هقول لكم الموديل اول حاجة قبل ما نفتح كده بكارتونة انا جبت الـ 2100 وط وحتى اللي جاب الـ 1900 او الـ 2000 بيشكر فيها وهو يفضل عموما لو انشى عندك طراب كتير او عايزة تنجزي يعني ما تقليش عن الـ 1900 في سواء في اي نوع مكنسة ديته الموديل بتاعها اسمه MC شرطة CG 715 خمستاشر تمام اول حاجة انا هفتحها او معيكم اه انا ممكن اصرع الفيديو علشان ما اطولش عليكم ونتفرج على محتوى اشتركوا في القناة اه بالنسبة لطريقة تركيبها سهلة جدا اه بالنسبة للكوع الجزء ده هو اللي بيركب هنا هو في المكنسة طيب انا عندي لو انتم تلاحظوا الجزء ده بتضغط ده لازم يتوقي لما ايجي احطها كده طيب انا حبيت اه اشيلها لا هي مش عافية انا بضغط بالجزء ده اهو بتطلع معي تمام دي اول حاجة طيب لو انا حبيت بس هركب فيها ايه انا بركب الخرطوم وهلاقي زي تعشيقة فيها اهي اللي بتدخل في الفتحات ده يعني اهي كده شايفين لازم اتأكد اني دخلت جوه الكليب ستين بقى الجزء ده زي ما قلنا بيركب هنا هيجي بقى الجزء ده اهو الجزء ده برضو لي زي كليب ستين وهم برضو بييجوا في الفتحات دية فا انا هيجي ادخلها اهي دخلي الجزء التاني كمان دخل تمام هيجي عندنا هنا العصاية بتاعت المكنسة او المصورة طيب احنا لو جينا نركبها هنا هتتقل تمام طيب لو جينا ركبناها هنا مش هتتقل فعشان يعني تشوفوا الاتجاه الصح بتاعها اللي هو الجزء ده ونحاول بس ندخلها بدينا قل نضغط بس ضغطة نسحبها بيها لتحت وهنا اهي بدخلها برضو تمام قلنا العصاية دي بمدها ان انا بضغط بيدي كده 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 علشان اقدر ان انا نطورها وبنزلها كده لازم ابقى ضغطة يعني لو انا شدت كده مش هتطلع معي ده بالنسبة لتركيب الجزء ده طب تعالوا نتعرف على المحتاجات من جوا بالنسبة للزرار دوت هو اللي احنا بنعلي وبنوطفي الوطات يعني خليها بطيقة ولا سريعة طيب عندنا زي كده هو اه اضاءة او كشف ده بنور احمر لو كده الكيس الكيس بتاعي الاتربة اتمالها ويفضل ان انت ما تستنيش لحد ما ينور احمر يعني اول بول اه تفضي اله اي بي اي دود اللي هو اه اللي مسؤول عن نوعية الفلتر المستخدم اللي هو يعني ما يكون عندك مسلا غبار او تراب بدل ما يطلع لبرا لا هو فيه زي معالج كده بيخزن الرزاز بتاع التراب المطبع طيب اه قلنا الاشارة دي اللي هي عن البلاور الستة فاصلة اه زيرو ال ده اللي هو ستة لتر يعني السعر بتاعة اه الكيس الاتربة طيب احنا هنفتحها ازاي نفتحها ازاي هنيجي كده احنا ممكن نشيل دي بس عشان نشرح قيس زي ما قلت لكم لازم نضغط هنا بضغط في الجزء ده بلاقيها فتحت معي اهي كده هي مقفولة بضغط كده بلاقيها فتحت معي طيب هلاقي ايه هنا هلاقي عندي هنا الكيس بتاع الاتربة ولو انتو دققتوا هتلاقوا فيه آآ سهم صغير اهو السهم ده اللي بيدينا اشارة العطلة بتاعة الكيس لما نحطه يعني احنا لو حطناه بالعكس كده مش هيدخل منسط طيب من نسبة بقى من جوه دي لها فلتر طيب لو حضرتك غسلتيها وهي موجودة كده ممكن المطور من تحت يوصل له مية ويبقى غلطها انا بخرجها ازاي بضغط بايدي دي لتحت صنة بسيطة اهي وبعدين اروح رفعة لفوق بدخل من تحت بدخل الجزء ده الاول كده وبعدين اروح بالتكية تكة وسيطة اسمع صوت التكة حيس ما شد يبقى الدنيا معي تمام ده بالنسبة للجزء اللي فيه كيس الاتربة تمام وابتدي ان انا اقفلها كده بالنسبة للجزء اللي ورا انا عندي هنا مكان السلك وسلك طويل خمسة متر تقريبا اه في عندي هنا فتحة تاني بتدخل الجزء اللي انا بدخله هنا بدخله هنا بالنسبة للجزء دوت اه انا لو ضغط عليه كده وشديته يعني طلعته لبرة بلاقي زي برضو آآ فلتر دوت انا يفضل ان انت تعمليه بفرشة مش تغسله ودوت كل فين وفين كل فترة يعني مش مش محتاجة برضو آآ كل فترة آآ طبعا الجزء ده اللي انا بشد بيه السلك وهتلاقوا علامة السلك بينه يعني انا بشد كده بمسك من الجزء ده وبضغط بيتسحب معي طيب ده جزء الباور اللي بشغل منه المكنسة دي فيه منها نوعين فيه الماليزي وفي يعني الصنوع بتاعته ده اللي انا جايباه ماليزي وفيه الياباني طبعا الياباني افضل لكن اغلى يعني ده افضل كمان في الساعة آآ هي هي نفس الشركة بس المطور بتاعها الياباني قدرت تجيب الياباني تمام هو الافضل لكن ديت آآ مش وحشة طبعا فيها زي ما انتم شايفين عجل كده من هنا ومن هنا عشان يبقى سهلة آآ في الحركة معاكي وآآ الف مبروك لو انت تشتريها وآآ ربنا يوسع على الكل ويجيبه احسن حاجة يا رب اكون فتتكم في الفيديو يلا بينا نشوفها وهي آآ وانا شغالة بيها آآ ودلوقتي هنجرب مع بعض قوت الشفط بتاعتها بصوا انا خلتها هنا قطق حاجة انا عايز اقول لكم بتشفط ما بلكم بقى الشديد قوت الشفط هتنجزك يعني في الشقة كلها مش هتاخذي عشر عشر دقيقة آآ طيب احنا الباور بتاعنا زي ما قلنا في الجزء ده وهنشوف بعد ما نخلص هنسبتها ازاي? تمام? طيب انا هشغل دلوقتي اهو زرار الباور وزي ما قلت لكم انا عاملة آآ قطق حاجة. لاني اعلى حاجة كده. احنا هنشتغل الاول على ابتع حاجة. هشغل اهو الزراف. بصوا انا حطيت اهو شوي. عايز اقول لكم بتلزع بالسجاج. اهي. يعني عن تجربة منتزة انا مع اهو. انا عشان مسكة بس الموبايل هي زديدة. يعني زديدة. شايفين السجادة بتترفع ازاي ده ده ابتع حاجة. شايفين? طيب انا هحاول اه اعمل اعلى حاجة. ده كده اعلى حاجة. ما عايز اقول لكم مش قادرة الفحص. يعني بتاخد اهو. شايفين? بصوا. يعني بتاخد السجادة معين. بصوا. شايفين بترفع السجادة ازاي? من قوة الشخص بتاعتها. بعيدة عضلات يعني. طيب الحمد لله يا كويسة ومش تربين عليها. يا رب واسع على الكل وتجيبوا وتجيبوا افضل حاجة. طيب انا دلوقتي انا طبعا نقدر استخدمه من رجلي. اه اه ان انا اه من هنا. اقدر استخدم يعني استخدم ايه? ايه دي? هقول لكم بعد ما خلص بنثبتها ازاي? فيه عنده هنا من وراء الجزء ده بيدخل بسه اهو. بدخلها كده. خلاص اه. تبقى عاملة كده. اه ده الجزء كده هي تثبتت والموضوع ده حلو جدا. اه لان بيحافز على الخرطوب. وبرضو لو انت مش حابة تعمليها بالعرض تقدر تعمليها بالطول هوري لكم ازاي برضو. اه كده انا عم وقفاها بالطول برضو هنلاقي فيه اهو المكان دوت. ببتدي ان انا اهو. ادخلها فيه. اه كده وقفت عندي بالطول. من نسبة لسعر المكنسة ديت اه انا كنت سأل عليها كانت عاملة اه تلات تلاف. اه اه كانت حاليا عاملة في عروض البلاك فرايدي من امازون. اه جبتها بالفين ربعمية وتلاتين. فده بالنسبة للسعر المتاجد في السوق. سعر ممتاز. معرفش بقى اه هي قبل كده كان بكام او بعد كده بكام بس انا جبتها حاليا بالفين ربعمية وتلاتين. اه اتمنى هيكون الفيديو فاتكم وشملتلكم كل شيء عايزين تعرفوه. اه قبل ما اقفل الفيديو حاب اقول لكم الجزئين ده ده بنستخدمه للستاير ودود لو فيه اماكن مسلا عندك في الانتري او اماكن اه في الالامونتان دياء او اي اماكن صغيرة هي بتوصل شايفين او تحت النيش مسلا اهو انحنا بنركبها بدال الجزء ده. بيركب ويجيب لك كل الاتريبة اللي انت مش قادرة اه يعني اه تنفضيها بسهولة. تمام? اه يا رب اكون خفيفة عليكم في نهاية الفيديو واكون اه يعني عملتلكم ريفيو كامل او اه اه كل حاجة حابين تعرفوها. لو في اي حاجة انا ما وضحتوش او نسيت اقولها ياريد تكتبولي في التعليقات واحاول ان انا ارد على كل تعليقاتكم مع الف الف سلام باي باي.